أهلا بكم مشاهدين إلى هذا العدد الجديد من برنامج مع الحدث والذي سنتناول فيه مخرجات مجلس الوزراء الذي ترأسه أمس رئيس الجمهوري عبد المجيد تبون حيث جاء على طاولة مجلس الوزراء مراجعة منحة قاعد وعروض مشتركة بين قطعات وزرية تخص شرطة العمران وأيضا تحلية مياه البحر وإنجاز مدينة للإعلام بالإضافة إلى عرضين يتعلقان بالرياضة في المدارسة الابتدائية وتحضيرات لموسم الحجل سنة 2023 ولمناقشة نقاط مجلس الوزراء يحضر معي في البلاطو محلل قناة الحياة الجزاري أمين بالعزوك أهلا بك السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكامرة أخرى في البداية أمين ننطلق من امتداد السياسة الاجتماعية للدولة التي تكرس دائما حقوق أو حماية حقوق المواطن ووضعها كأولوية من خلال ما جاء ما يتعلق في مراجعة منح التقاعد دائما ما نلاحظ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في كل مرة تكون هناك الأولوية لفئة من فئات المجتمع بسم الله الرحمن الرحيم نعم الأختشانة إذا ركي قلتي كلش في المقدمة تعك أنه منذ أكثر من منذ ثلاث سنوات تقريبا نشاهد تثبيت وتعزيز آليات تحسين معيشة وكرامة المواطن الجزائري وهذا من أولويات سيد رئيس الجمهورية منذ انتخابه على رأس الدولة الجزائرية شفناها في منح التقاعد شفناها في منحة البطالة رأنا نشوفها الآن في منحة التضامن وهذا ما يكرس ويجسد السياسة الاجتماعية للدولة الجزائرية التي لا رجعت فيها حقيقة المواطن الجزائري بدأ يشعر أنه ينتقل من عهد قديم إلى عهد جديد تدريجيا وقلناها كم مرة في هذه البلاطوهات قلنا أنه تحسين المستوى المعيشة تحسين القدرة الشرائية تعزيز كرامة المواطن الجزائري ستأتي تدريجيا يعني ما تقدرش ما بليل أو نهار ضعف الأجور ولا تتريب ليهم ولا لأنه عندك ديزي كيليبر ماكرويكونوميك عندك توازنات اقتصادية كبرى ما تقدرش يعني الاقتصاد تعاقي نهار لازم تروح تدريجين ولازم موازات مع ذلك تحسن الاقتصاد لأنه بزاف الناس يقول لك البترول راب 85 دولار وإحتياطات الصرف هاي زادت السيبيان بو حاجة مليحة إحتياط الصرف زاد أو تقريبا أو 65 مليار دولار أو أكتر لكن ما تقدرش تحكم هذه الاحتياطات صرفه وتقسمه وتوزعه على 47 مليون جزائري ما تسرعش بهذه البساطة لازم من الناس تفهم أنه راح تضخم الحاجة ليت سوى 500 ألف وليت سوى 200 ألف الحاجة ليت سوى 2000 ألف وليت سوى 7 ألف يعني لازم تروح تدريجيا نظن هذه هي هذه السياسة الرشيدة هذه تدفع الاقتصاد الوطني تحسين مناخ الاستثمار الرفع الإنتاجية والمردودية والتنافسية الجزائرية مقارنة بالأسواق الإفريقية أو الإقليمية وحتى الأسواق العالمية وموزاة مع ذلك تحسين القدرة الشرائية المواطن تدريجيا وأنا نشوفها تدريجيا والحمد لله شفنا أنه هذه المنحة هذه المنحة التضامن تع المعوزين منذ عشرين سنة منذ عشرين سنة أخت شانس هل يعقل أنه التضخم زاد أكثر من 100% منذ عشرين سنة يعني منذ ألفين وثلاثة إلى يومنا هذا تضخم زاد أكثر من 100% يعني الحاجة التي كانت سؤال إبوك ربما عشر ألف هي سؤال ثلاثين ألف زادت ميتين تلتمية بالمية منحة التضامن كانت ما زالها تلتمية دينار هذه زادت تقريباً مية وخمسين بالمية من تلتة ألف إلى سبعة ألف دينار أصبح الآن يتقضى سبعة ألاف ومن كان لديها عشرة ألاف أصبحت لديها منحة التضامن 12 ألف دينار هل نستطيع الآن أن نقول أمين هي كافية لهذه ألف التي قال عنها رئيسة الجمهورية أنها قدمت الكثير للجزائر هي في كل أحوال غير كافية لماذا؟ لأننا نرى التضخم هذا ظاهرة عالمية فهنومن مونديال وكل بلدنا تشاهد ما يحدث في فرنسا من احتجاجات على رفع بركسين تقاعد وعلى جل تدهور القدرة الشرائية في فرنسا تشاهد هذه المظاهرات التي كانت وهذه المشاكل التي كانت في كل بلدنا الأوروبية وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية وين تضخم الحق 90% غير كافية لكن هذه الإجراءات هذه إجراءات يجب أن نثمنها إجراءات يجب أن نفتخر بها تسعدنا ولدينا أي شك أن رئيس الجمهورية كل ما ستتاح له الفرصة سيرفع أكثر فأكثر من هذه المنح وهذه المؤجور قلت لك موازاة بالظروف الاقتصادية العالمية والداخلية بالتوازنات الاقتصادية الكبرى التوازنات الاقتصادية الصغرى موازاة مع ذلك بمراعات هذا الاقتصاد الوطني كل مرة تتاح له الفرصة سيرفع ونظن أن هذه مرحلة أولى وستكون مراحل أخرى ولدي أي شيء أنه في كل مرة الدولة الجزائرية ستقوم بمساعدة هذه الفئة الهشة التي هي أولى الأولوية كل فئة لها حصة الفئة الضعفة والفئة الهشة أولا ثم الفئة الأخرى لكن أولى الأولوية هي الفئة الهشة الضعفة كم بزاف اللي يقول لك على شهادوا زادوا لهم 150% والأخرين زادوا لهم ألفين دينار هذا شيء معقول يعني ما تقدرش واحد اللي كان يخلص 300.000 تزيد لو كما واحد اللي كان يخلص 10.000 دينار 10.000 دينار ألفين دينار كمرحلة أولى شيء جميل وإن شاء الله سيكون ارتفاع في مراحل أخرى لكن واحد اللي كان 3000 دينار هذا كان يعني 3000 دينار سينصن ديري زوار الحمد لله زادت تقريبا 150% وانتمنا وإن شاء الله في مناسبات أخرى ترتفع نعم طيب أمين تحدثنا في العدد الأخير من برنامجمع أو من الحدث على ارتفاع إسعار في شهر رمضان الكريم ماذا تغير خاصة أننا نلاحظ أن هناك استقرار نوعا ما كانت في واحد الحصة قبل رمضان كان الأخ زكي عليلات نشطها بوليتيك كان سألني قال لي وش تنتظر بعد تعديل الحكومي دي كان مباشرة قبل شهر رمضان الكريم أيام فقط وماذا ننتظر من هذا وزير تجارة خاصة قلت له ننتظر استقرار الأسعار قال لي لا قال لي علاش ما نقولوش انخفاض الأسعار قلت له ما زال ملحق نشره مرحلة نحن نتمنى والأسعار تنخفض ماذا بنا نحن لبس اللي يسوها 4 ألف ماذا بنا البطاطات اللي يسوها 4 ألف ماذا بنا يعني هذا نتمنى قلت له لكن إذا لحقنا الاستقرار فقط هذه سين بروميبا سين دي جاب بوكو للأسف الكثير من التجار سمحهم الله استغلوا هذه الفرصة بداية رمضان وراحوا رفعوا في الأسعار تحهم يعني كنقول التجار نحكي على قعل الشان من لزان ترميدير ليشيروا معند الفلاح وروح تل تاجر الأخراني اللي بيع سوري الزيطال ليعرض السلعة والبضائع على المواطنين سمحهم الله يعني مع أن رئيس الجمهورية يوم فقط قبل قبل نهار قال قدم تهاني تاعه للشعب الجزائري بمناسبة شهر رمضان قالهم خفوا ربيل تجار قالهم ما تستغلوش هذه الفرصة لازم تضامنوا مع أخوك والمواطنين وربح قليل ربح شوية ماشي ما تربحش ما تبخضنش باطل بسح ما تكبرش كرش المهم كان ظروف أخرى اللي هي كانت في وزارة الفلاحة وينيزون باسي بريفوار لريكولت يعني ما كانش تنبؤ واستشراف على لريكولت تاع الخضر والفواكه وشفناها للأسف كيفاش بعض الخضر والفواكه ارتفعت خاصة الخضر ارتفعت ارتفاع راهيب الحمد لله بلدوزيام كنزان ابتداء بلدوزيام كنزان تاعة شهر رمضان الحمد لله راننا نشوف الأسعار بدأت تحضط استقرار نوان يعني كانت إجراءات بعد المجلس الوزراء اللي قام به سيد رئيس الجمهورية يوم التعليمات صارمة للوزراء اللي مختصين في هذا القطاع قالهم لازم تستابليزي وتسقروا السوق والحمد لله راننا نشوف السوق ها بدأ يهبط بسكو المهم أنه الأسعار تنخفض وبعد الإنخفاض تستقر راننا نشوف حتى الوفرة ولا تتزيد حتى في ما يخص اللحوم أنا شفنا باللي دخلوا أمس أو قبل أمس 3000 عجول من المفروض كانت تدخلوا قبل رمضان أو في أول رمضان لكن الحمد لله ما عليش دخلت لأنه كان شفنا حتى كانت يندفايونس كانت تدبذوبات بعض في في سلسلة التوزيع هذا اللحوم ونشوفنا حتى نقاط نقاط بيع قلناها بكل صراحة أنا ما نكتبوشها مشكور وزير الفلاحة المجهودات اللي هو يدير فيها لكن كانت دي دفايونس نظن حتى هو بداي يستدرك هذه الأخطاء من 1100 نقطة بيع ولينا حتى 300 أو أقل من 300 230 أو 200 لآن ربما 280 نقطة بيع شي قليل يعني لازم نخرج ما هذا ظاهر هذه وين دولة تبيع البيض وتبيع الجاج والدولة والناس تحضير لشان رجعت هنا 30 ثمانيينات تتعلمون بري دولة يتقوم بها كإجراء اجتماعي كإجراء في صالح المواطن الجزائري لكن هذا فوباكسسوة هذا إجراءة هذه فوباكسسوة أنا يعني إجراءة دائمة هذه معلش إجراءة استثنائية لحفظ القدرة شرائية وكرامة المواطن لكن لازم نلقى حلول دائمة الحلول دائمة هي نتمكنه في سلسل التوزيع من المنتج إلى البائع التاجر البائع الذي يعرض البيضاء وهنا شفنا قرار مليح تاخذ وزير التجارة بتسريح الموز بسيط الناس قال لك إحنا البانانا هذا وكيف يزيد سيكون كهل على عاتق الخزينة العمومية أنا فقط أمين في عجال لكي نعود إلى بين مجلس الوزراء لما نعود ذكرت مذوق قليل حول التوازن الاقتصادي هل نستطيع أن نقول أن هناك توازن في المجتمع خاصة خلال الزيادات الاستثنائية التي قام بها رئيس الجمهورية في التقاعد في المعاشات في مناح التضامن أو ماذا نقصد بخلق هذا التوازن الاجتماعي كان توازن الاجتماعي وكان توازن الاقتصادي وكان الارموني الانسجاب ما بين التوازن الاجتماعي والتوازن الاقتصادي رئيس الجمهورية رأي يتخذ قراءات جريئة قراءات شجاعة من الجانب الاجتماعي وحتى في الجانب الاقتصادي تحسين منق الاستثمار توفير كل الظروف لمرافقة المستثمرين الحقيقيين. ما نقوله. توجدون روبين قوسي. لأنه كان الكثير من الانتهازين يحوسوا على هذا الدعم. ويحوسوا على هذا الفايد والبراش بش يدخلوا فيهم. هو يشجع المستثمرين الحقيقيين والمتعامل الاقتصادين الحقيقيين لرفع الاقتصاد الوطني والدفع به إلى الأمام. لكن رئيس جمهورية قلناها ونعودوها وبدون مجمل. ما يختار شيء واحد يدير كلاش. هو يمد الخطوط العريضة. الخطوط الكبرى. من بعد كانت تصير قطاعات محسوبة على الوزراء. كان من بعد دي جي تعمل المينيستير. كان دي جي تعمل المؤسسات لديها وصاية مباشرة مع الوزراء. كان القطاع الخاص. دولة مش صرفها. دولة سين ريجولاتور. هي تراقب تنظم فقط. لكن القطاع الخاص هذا لازم يتحمل مسؤوليته تاني. مش غير الربح الربح الربح. لازم يحوس تاني على المواطن. ولازم تكون هاد الهبة التضامنية هذي. وين ما كان ينقص مهامش الربح تاعه في صالح المواطن الجزائري. معلش. بس كوش نقصودك. راح يربحوا من بعد. هبدا نقول لك فقط لهذا تعل موز. القارة تعل موز. لأن كثير من الناس ما فهموش. ربما رانا نستورت الآن 150 طن. يعني تعل موز سنويا. يعني ما يقارب عشرة أو عشرين مليون دولار عشرين مليون دولار. الميزانية. لو رحوا 400 مليون طن. 400 ألف طن. يعني رانا نروحوا من 150 ألف طن إلى 400 ألف طن. راح نروحوا تقريبا 70 مليون دولار. أنا رأيي 70 مليون دولار مقارن بالخازينة العمومية. ميزانية الخازينة العمومية. ميزانية لتعويزار التجارة ولا تعويزار التفلاحة. ما يش حاجة كبيرة. الناس شوفوها. لكن شوفوها احتربح منها. لأنه أنا لما الموز هذا. مش الناس ما تفهمش. الموز في كل بلد العالم. سين برودويا. ريجولاتور. ما معنى. معنتها الموز كيكون يسوى 100 ألف. اللي بصل يسوى 30 ألف. البطاطات سوى 15 ألف. طماطيش سوى 18 ألف. القرعات سوى 18 ألف. لكن الموز لما يصبح يسوى 20 ألف ولا 18 ألف. اللي بصل صدقيني الأخشانة زلنه يسوى 5000. الطماطيش تحبط 6 ألف. البطاطات تحبط الخمس ألف. لماذا؟ لأنه ما تقدرش هذه عالميا الخضر والفاوكية الأخرى ما تقدرش تكون هي غالية على الموز. هاي هاي ناس وش ما فهمتش. يعني أنا لو هاي سبعين مليون دولار راح نخسرهم من خازينة العمومية ونخسرهم ونقول بين قوسين لأنه الموز هذا في آخر المطاف راح يأكله المواطن. ما عاش نرميه لما هاي الموز هذا راح يربحني في القدرة الشرائية مئات ألف دولارات. هذه هي ناس وش لازم تفهم. وهذه هي الاستراتيجية رئيس الجمهورية لاتاخذها في غبرة الحليب. لاتاخذها لما قال لهم ارفعوا بخمسة لف طن من غبرة الحليب. كي زاد خمسة لف طن في قبل عشية رمضان قالهم زيدوا خمسة لف طن خمسة لف طن يعني سيد لارجون. قالوا محتى ونلحق مليار دولار تاع حليب. مليار دولار تاع خبرة حليب. نلحقها في السنة. هل هذه راح تضر الاقتصاد الوطني؟ ما حاش تضر الاقتصاد الوطني. نشوفوا شاك تربح في القدرة الشرائية. شوفوا شاك المواد الأخرى راح تهبط. شوفوا شاك تزيد في الانتاجية. الناس لا يدير صناعات التحويلية بهذه غبرة الحليب من أجبان وغيرها. نفس شيء نطبقه على الموز. احنا اتخذنا هذا القرار على الموز. ونأمل ان شاء الله انه من بعد هذا ما يدخل هذا الموز هذا التعشرين الاف. ان كل شيء يطيح. لما كل شيء يطيح. نقولوا بلينجحنا وربحنا مئات ملايين دولارات جوباز ميمو. ازينوا ما يقول. مئات ملايين دولارات راح نربحهم في القدرة الشرائية ولفائدة الخازنة العمومية. نقولوا بلينجحنا ولا ما نجحناش نحبسه الموز. يعني لاش فينا بلين هذا القرار في اخر المطاف ما نجحش ما هبطناش الى باريق ولولو مارسي نحبسه. نفس شيء بالنسبة لهذا العجول لقى الرئيس جمهورية بش ديراء اميل دو سون دينار. الف ومئتين دينار. هذه ثاني من لفائدة المواطن الجزائري في صالح مواطن. حقيقة ستكون عب على الخزينة العمومية لانه هذا الدعم ذاك راح تمدو الخزينة. لكن وش نربح به. ربحنا انه المارشي بدي يطيح. ديفوالو في ضانونس برك. هاو الموز ده. ماذا ما ندخلش هدات 20.000. لكن هادو ما الاسبيكولاتور. هادو الناس اللي يتحكم المارشي. لوبيات تعالتع الموز. امين لم يتبقى لدين. لوبيات تعالموز. لان نقطة مهمة جدا. لوبيات تعالموز. لما يتحكم في السوق. لما سمعت انه برك الدولة راح تفتح. والكلمة السرية اللي قالها وزير تجارة في معرض صافيكس. تعالتيكستيل. تعالناسيج. لما قال لهم. لكن لان حكموا عنده كيلو تعال مضاربة. يخلصها غالية. راح تطلقوا قاعد الموز. دي كانوا مخبينوا. هنا تفهمي شانيز انه اللي بيات لازالها متواجدة. ومزالها لازم قطع الجذور تعال اللي بيات تعالى سبيكولاسيون هدية. تعالى المضاربة. وفي كل القطاعات وفي كل المواد. لهذا لازم مراقبة شديدة مع الدولة. لحم ما عليش. ما لدخلش في الوقت. كانت أخطأ في وزارة الفلاحة. انتمنى يستذركوها. اللحم راح يدخل. لانه لبيوت لعطاولهم عشرين الف طن. ما لحقوش لبيوت عشرين الف طن. لظروف خارجية. لظروف داخلية. لانه كان حتى ظروف عالمية. تعال نقل. تعالى ميزون كارونتان. تعالي ترانسبورتور. تعالوبيات اللي غلقوا علينا في الخارج. المهم انه هذا اللحم حتى ولا يدخل في آخر رمضان ولا يدخل بعد رمضان. الحم راح يطيح. والحم كيطيح. حاجة مليحة تانية في صالح المواطن الجزائي. طيب دائما نبقى في مواصلة استراتيجية الدولة في تحسين المستوى المعيشي. نلاحظ انه رغم الوضع الاقتصادي العالمي من تضخمي. لان الدولة الجزائرية تعمل دائما لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين. وصونا كرمتهم ايضا. ألا ترى ان هذا يعود ايضا الى ان المؤشرات الاقتصادية الجزائرية لدولة الجزائرية الان هي صحيحة. يعني عندما نرى مثل هذه القرارات مثل زيادات في المنح هي قرارات اقتصادية في هذا الارتفاع. القرارات الاجتماعية والاقتصادية في الطريق الصحيح. يجب تثبيتها وتعزيزها. يعني اتخذنا جملة من الاجراءات منذ ثلاث سنوات. هذه الجملة من الاجراءات جابت الناتة اجتاحة شاء من شاء وأبا من أبا لأنه كان بزاف الناس. وش الدير ينتقدك؟ وش الدير ينتقدك؟ قد ما الدير ينتقدك لأنه لا يحبون كل ما هو جميل في الجزائر. لا يحبون الجزائر تعيش في عزة وكرمة. لا يحبون يعني يكيدون. الله غالب عندهم أمرض القلوب لكن شاء من شاء وأبا من أبا هذه الإجراءات لفائدة المواطن ونتمنى أنها تكون إجراءات أخرى ونكملوا في هذه الاستمرارية. في هذه الديناميكية لا نحبسوش. لأن المواطن حقيقة تقول لي 12 ألف دينار حقيقة ما تكفيش. لكن 12 ألف دينار خير من نوالو. ونحن نتمنى وهذه 12 ألف دينار تولي 20 ألف دينار. وهذه رأي تروح كم راحل إن شاء الله. لإذا قلنا هذه الإجراءات رأي في الطريق الصحيح. يجب تثبيتها. لأنه درنا حوي جملاح لازم نشدوا فيهم. ما خلهم شي راحوا. كما صارت إنه في أخطأ في زمن ماضي. ويجب أيضا تعزيزها. نعم سنعود إلى هذه النقطة بعد الفاصل. إذن مشاهدين نذهب إلى فاصل إعلاني ولا نعود. أهلا بكم مشاهدين من جديد في الجزء الثاني من برنامج مع الحدث. كنا نتحدث حول مخرجات مجلس الوزراء. ويحضر معي دائما محل القناة الحياة الجزارية أمين بلعصوك. طيب أمين لنعود إلى النقطة التي كنا نتحدث عليها حول أن الدولة الجزارية تعمل دائما من أجل ضمان وصون كرمة المواطن وتحسين القدرة الشرية والمعاشية. سألتك سؤال. ألا ترى أن هناك أو هذا يعود ليؤكد مرة أخرى لأن المؤشرات الاقتصادية للدولة الجزارية هي في طريقة صحيح. نعم وأجبتك على السؤال هذا. وقلت لك أن الحمد لله هي في طريق صحيح ويجب تثبيتها وتعزيزها. نقطتين تثبيت ونشدوا فيها ونقولوا هاش تروح لنا لأنه درنا مكاسب كبير. هذا المكاسب لازم نحتفظه بها لصيانة كرمة المواطن الجزائري وتحسين قدرتها. لأنه الابجيكتيف ما هو الهدف من كل هذه الإجراءات حتى نخسره ملاير دولارات من الخزين العمومي. ما نخسرهم لأنه ستروح في فائدة المواطن الجزائري وتعزيز. تعزيز بآليات أخرى بديناميكية بخلق مناخ. مناخ يشجع الاستثمار يشجع ديناميكية الاقتصاد الوطني ويشجع الإنتاجية والتنافسية والمردودية. نقطة فقط لأنه تكلمنا منذ في مجلس وزارة السابق منذ 15 اليوم وكانت ردود فعل. ربما لما انتقدنا وزارة الفلاحة نحن ما ننتقدوش الأشخاص نحن كلش في صالح مواطن وقلنا ولازلنا أن نقول لا نشكك أبدا في نزاهة وحسن نية وزارة الفلاحة لو يقوم مجهودات لكن لاجب لأخطاء أن تعلموا منها. أخطاء صروا أخطاء سواء في غبرة الحليب أو في اللحوم أو في الخضر وفاوكه يجب أن تعلم الأخطاء وشفنا الحمد لله في اللحوم ها مصدر كل أمر ورأي الحمد أكثر وفرة من اللي كان في الديبيتار رمضان ورح يكون أكثر وفرة في الفلافان تاع رمضان في آخر رمضان وبعد رمضان إن شاء الله ورح كمية كبيرة ربما هاش لحقوا له بشي كتيف تعليم في ميلطان هادو ما ولكن حتى كان وزير تجارة السابق كان قال من السودان 50 ألف طنق دا للأسف ما حققنا شاهد الهدف لكن ما زال عندنا الوقت باش نحقوه لأنه نتعلموا من الأخطاء تعنا المهم الحمد لله حتى في البصل قلنا يفعل البريفور لي ريكولت علاش لأنه الناس ما عرفت شو صراف في البصل في البصل العام اللي فات ناس الفلاحين باعوه 2000 3000 4000 حتوين نرماوه هاد العام محبوش غرص البصل لكن من يقوم بدور الاستشراف من يقوم بدور المرقبها هي مصالح بزارة الفلاحة هي التي تتنبأ يشوف هو يروح يبريفو يروح عند الفلاحين في تيريتور ناسيونال قال شاعة تخدم لي البصل هاد العام ولا عندك البصل بعته بالخسارة ماشي موشكل دولة دعمك تديها عليك تديها عليك بالسعر لي ما تخسرش فيه حتى وتربح شوية وتبيعه براس مال ومعليش ولكن ما تخسرش المهم من أن الفلاح ما يخسرش احنا هذا الدور هذا دور استشرافي ماشي كل الخطرة نقول ندروا دور البومبي هذا نفهم هاد نقطة في تحت قوس حتى نوضحه لكن الحمد لله كانت مجهودات هنا نشوفه بليه ويقوم باستدراك الوضع وزارة الفلاحة سواء في اللحوم أو في البصل في ما يخص نقطة سوداء أم بوين وار لازم نحضروا عليه نحن ما جناش ننثمن ولا كما نقول ونحن ما نكذبوش على المشاهد الكريم الصيد البحري نقطة أم بوين وار أم بوين وار لأنه كانت تعليمات صارمة للوزارة الوصية بمجموعة من الإجراءات لخفض سعر الأسماك في السوق أنا البارح كنت في السوق إيبا لقيت لادورات 220 ميلا خلينا من لادورات ما نحكيش على تعليل فاش هديك تعليل فاش لاسول لقيتها لكن نقطة واحدة هل سي نرمال تروح للابي شري تلقى نقطة تحوز تشري انتها في دائرة أخرى ما تلقاش لازم كل بلدية كل نقطة وكان تعهدت وزارة الصيد البحري أنه كل بلدية كل نقطة تيليبيا هديك 55 ألف لادورات الكبيرة ب110 ألف ولادورات صغيرة ب100 ألف لكن تتلوم 240 ألف الكروفات 400 ألف الكالامار 250 ألف القرنت اللي كان يتباع 40 ألف أصبح يتباع 150 ألف الروجي 280 ألف هات المواطن هدا يولي تشاهاه يشوفوا غير في المنام ووري للمواطن الجزاري يقدر يجري كيلو روجي 280 ألف وما نروح لك شو الاسباضون وذلك يعني وراني نشوفوا تاني واحد ظاهرة الحوت رامي يسونطلندو ديتروير الثروة الحيوانية تعنا البحرية ما نقدروش نصيدو احنا لبيبي ميرلون داك والبيبي الحوت الحوت لازم عندك معايير ما تقلش راح للزيطات يعني وراي المراقبة وراي مراحل مصالح مراقبة بتاع وزارة صيد البحري وليه حنا كنا نتمنى أنه على حسب وعود وزارة صيد البحري قالك في بداية رمضان راح يكون أسعار متوفرة الحوت مش فيناش لأسر جليل لازم هذا الوزير هذا وابن القطاع ما جايش من قطاع واحد آخر وليت جابارا شوتي أو هي تقايخدم في وزارة صيد البحري أو يعرف مليح لازم هذا الوزار هذه تراجعنا في النقاط طبعا نشتغير فلاب بيشري هذي كتعلها دورات حقيقة موجودة واحد ما يكتبش بعمل مئة وعشر ألف الكبيرة مئة ألف صغيرة وخمسة وخمسين ألف تيلي بيا لكن لكن هذا غير كافي ولازم لازم جهودات أخرى حتى حتى الأسماك الأخرى مريح شي يكون غير فلاب دورات تعليف لهنا شفنا الضعف تعويزارة صيد البحري ونقولوها لأنه الآن نفهمه مع السيد عبد المجيد تبون عندك ينفيدوروت عندك وراق الطريق تلحق الأهداف تاعك اللهم بارك وربما تدي ترقية ما تلحقش أهداف تاعك ترح تروح طيب والآن نذهب أمين إلى محور آخر وهو تحضيرات لموسم الحج لسنة 2023 وعشرين تخفيض تكلفة الحج فيها نستطيع أن نقول أنها فيها عوامل خارجية والعديد من البلدان كانت قد زادت في هذه التكلفة في وقت أن الجزائر قد خفضت من هذا التكلفة ما هو تعليقك؟ يعني ما نلاحظ أن كل الفئات وفي كل المجالات تستفيد من هذه الحصص في التخفيضات أيضا الحمد لله أنه ما كانش ارتفاع في تكاليف الحج وكان انخفاض 80 ألف دينار يعني 80 ألف دينار أراوليك رقم لا بأس به مع أنه تكلفة غالية يعني لما تقول أنت واحد يحب يروح للحج مواطن مسكين عادي 80 مليون ربما ما ما يقدرش 8 مليون الحمد لله كان كل إحنا نسموه اللمه هذه الهبة التامة الضامنية دي كل ما واحد لأنه الحج هي حجة العمرة ما نحكيش هدوك اللي يروح للحج كل عام كل عام يروح للحجل أنا مع قطع هذا الظاهرة هذي الإنسان اللي يروح كل عام أنا غير مقبول مام يقول لك جبت باسبور وحدي ولا راني حر ولا هذه مكانش منها تروح للحجل لأنه لما كتروحك تدي بلاصات عباد آخر لما يقدرش يروح يعني على الأقل هذه اختراف تلت سنوات لا اختراف الخمس سنوات نمنعه يعني قارح تهد العام ما تروحش على تلت سنين ولا ما تروحش على خمس سنين ما حتى وك رايح بدراه وحتى كريح حر لكن هنا هذه النقطة مدابية ووزير الشؤون الدينية يأخذها بعين الاعتبار وديوان الحج والعمرة لكن تعال تعال تخفيتك قلت لك لكن لما تقارنه بالدول الأخرى ننقل منهم نتوجد لازم تقارن روحك باليرو قدامك لأنه التكلف هذه ليست تكلف جزائرية تكلف عالمية يعني الحج عندك تكلف عندها عوامل وعاومل مع المملكة العربية السنوية السعودية اللي هي اللي رايلك هي اللي رايلك تسير في الحرامين الشريفين لهذا الحمد لله مرتفعش للأسعار ورئيس الجمهورية كانت تاخد قرار باش خفضوا إلى 770 مليون سنتيم أيضا على عاتق الخزينة العمومية والحمد لله نتمنوا الناس أغلب المواطنين خاصة اللي ما راحوش هدوهما اللي راحو ونتمنوا باللي في المواسم القادمة إن شاء الله هذا الناس لا يتروح كل عام هذي ديري نهي توريزم ولا يقول لك راح نغسل عظامي كل عام هذي ما كاش منها تغسل عظامي كل عام العام قاعد ونت دير المنكارات ثم بعد راح تقول لي نغسل عظامي تغسل عظامي لحجة حجة العمر يزدي خطرة في 3 سنين مقبولة خطرة في الخمسين مقبولة لكن كل عام لازم نخله والحمد لله أنه كان هذا الانخفاض تحت 80 ألف دينار جزائري والحمد لله أيضا كان هبة تضامنية الناس غير واحد في العائلة ولا واحد في الحي ولا يجي راح للحج الناس قاعد ضامن معه واحد يعاونه بمليون واحد يعاونه بخمس ملايين واحد يعاونه بعشرة ملايين الحمد لله أن الجزائر عندنا هذه الهبة نعم والآن نذهب إلى شرطة العمران المجال الذي نستطيع أن نقول أنه أخذ حصة الأسد في بيان مجلس الوزراء حيث أكد رئيس الجمهورية على ضرورة وجود شرطة العمران أمام ما يعرفه مجال العمران من فوضى هل ترى أن غياب المراقبة هو سبب في هذه الفوضى خاصة فيما يتعلق بعملية الاستلاء على أراضي الدولة نقطة جد وحساسة هذه وتكلمنا عليها من قبل الأخت شانيز هذه الشرطة العمران كانت من قبل وكانت لكن كانت مقهورة مقهورة وما كانت لديها لموايا لأنه لما تدري شرطة العمران لازم نعطيها لموايا ولازم تعطيها القوة لأنه إن شفانها ظاهرة كانت في بلدة القبة بلما نسمي لي ديطاي هذه الشرطة العمران راح تلون كوبراتيف كبيرة اللي اندارت في غابة وقطعوا الأشجار الغابة ودوا أنتيران دومانيال وبنوا أنبيرميد كونستروير كان عندهم رخصة بناء لثلاثين شقة بنوا مئة وخمسين شقة ولما راح شرطة العمران باش تدخل جاءوا ضغوطات نحكي لك في زمن سابق منذ خمسة ست سنوات جاءوا شرطة الضغوطات عليهم وقهروهم وحتى عاقبوهم لأنه راحوا راقبوها الآن رئيس جمهورية عاود حياة من قبل في مجلس وصراء سابق عاود بعث هذه الشرطة العمران هذه عاود فعلها والآن أعطيها صلاحيات قوية وقال لك لازم تكون تحت الوصاية مباشرة تحت وصاية وزارية لأن تكون عندها قوة غد وكي عيد واحد ينترفوني مسؤول سامي أيضا مع إمكانية تستيعانة مع مدير العمل الأمن الوطني وأيضا مع الضرق بطبيعة الحالة هي وسمها شرطة عمرا يعني ما تقدرش تخدم واحدة وهذه لازم لها القوة العمومية أنت لما تروح عند ناس يتبني فوضاوي ولا يخرجوا لك يغرقوا لك تريق ولا تروح عندهم ترقيات العقارية وهذه التعاونية العقارية عندهم نفوذ وعندهم لا يقدرش يروحوا بطبيعة الحال هي وسمها شرطة يعني تخدم مع الشرطة والدرك وتكون مباشرة تحت وصاية وزارية أتمنى تكون تحت وصاية وزارية لكي تكون عندها القوة لأنه لما يكون هذا حاكم سلطة العمرا يتصل بوزار داخلية يقول له أضغط عليها فلان مسؤول سامي ولا ما خلاونا نخدمه لا تكون الدولة تضرب بيد من حديد وهذا ما نتمنى لأنه شفنا من غير الفوضى شفنا تاني الاستلاء على أراضي تعددولة أراضي تعددولة في زمن سابق خاصة في ما بين في السنوات الأخيرة نقول لك 2018 2019 كان كثير من الأراضي اللي كانت ملك للدولة اللي زي ما بلريبوهم في العاصمة باش يديروا راحوا مدوهم 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 الولات مدوهم بلغريا غري الناس اللي ما تستهلهاش يعني نعطيك مثال أنا في ضائرة حسين داي كان واحد المجمع فوضوي هكذا يعيطوا له صوت راوى لأنه كان شريكا اسمها صوت راوى نحاهم اللي ساكني اللي تمقى لهم راحوا مدوها الواحد باش معلا بليش وابدهلوا دغريا غري ان 2018 باش يدير فيها السيكتري غراف هذي يعني رئيش جمهورية باش يحبس هاد التلاعبات وهاد الفساد هذا الفساد وانتا الناس اللي كانت عايشة عندها بناء فوضى ويتنحيها معالي بصحة طيل ومسكن لائق بصحة ماشي وبعد تروح تمدها الواحد باش يدير اللي تم يروح يدير كريش ولا يدير كلينيك بري في ولا يدير أوتال ولا هم ملقوا العفسها طبيعي الأموال قاعد في ليز أوتال وهذا ما ملقوا واش يديرو بسيطري غراف المهم والناس اللي دات باش تعرف تاني دوري نفوح مزدي دي بإذن الله والناس اللي دات ستحاسب يعني كيفاش بديت واش كون عطالك واش درت فيه نعم والآن نذهب إلى محور آخر كان أيضا المتخصصين في التربية اللابدنية كان لهم أيضا حصة من اهتمام رئيس الجمهورية حيث قد أمر بتوظيف 12 ألف أستاذ متخصص متخرج لتأطير أريض المدرسية طيب أمين هنا نعود إلى لواحد من مواضيع التي كانت الجزائر فيها رائدة الحمد لله هذا القرار هذا بتوظيف 12 ألف أستاذ في المدارس هذا القرار هذا يجلي بوضوح السياسة الاجتماعية للجمهورية الجزائرية داخل تكلمنا في سطر الأنحصى على منحة التضامن تكلمنا على منحة المعوزين على التقاعد على منحة البطالة وقلنا هذه مراحل أولى وما زال مراحل أخرى إن شاء الله لكن هذا يجسد أيضا هذه السياسة الاجتماعية لفائدة المواطن الجزائري وزيد رسالة المعلمين الجزائري مكانة المعلم في المجتمع الجزائري الأهمية التي يحظى بها المعلم عند رئيس الجمهورية كالطبيب وك نحن قاعد للجزائر سواسية لكن كان بعض المهن نبيلة مهنة المعلم مهنة نبيلة 12 ألف هذه حتى رسالة المعلمين الجزائري جات في يوم العلم تشوف إمام يعني جات رافقت مجلس الوزراء الذي انعقد في يوم العلم في يوم العلم رسالة يوم العلم ونفتخره بالإمام شيخ عبد الحميد بن باديس كان من مؤسسيتها الدولة هذه الجزائرية الحديثة وهذه الرسالة هذه جاءت في يوم العلم للمعلمين الجزائريين أولا من أجل تأهيد على أهميتهم أولا المكانة المعلم في المجتمع الجزائري ثانيا الأجور لما تقول 12 ألف معلم يعني 12 ألف منصب شغل براتب محترم راتب محترم لا يجعل منها هذا يجعل راتب راتب وثالثا تحسين رياضة المدرسية بكري كان عندنا رياضة مدرسية في الستينات والسبعينات والثمانينات في هذا المحطة بضبط أمين المدرسة الجزائرية كانت لها نستطيع أن نقول أنها خزانة لرياضة النخبة نستطيع أن نقول الآن هو بعث لرياضة الجزائر ليست للأسف في الجزائر الرياضة المدرسية لم تعد خزان هذه المشكلة كانت في زمن ماضي في الستينات والسبعينات والثمانينات قاع هذو ما رفضونا العلام في المستوى العالمي خرجوا من الرياضة المدرسية لكن للأسف من تسعينات والرواح كان انحطات انحطات في الرياضة وراكي تشوفي النتائج اللي درناها النتائج سواء في الجزوز الأمبيك تاع الأخرين هنضمان في طوكيو مهزلة حقيقية نحن لا نكذبوش نقوله الحق ومن من جامل احتواحد المحسن نقوله أحسن ولكن لأنه لاباز ما كاش لاباز هذه جي من المدرسة يعني شوفي البعد سيد رئيس الجمهورية لما جاء ليبعث هذه الرياضة المدرسية راح يحسن الرياضة المدرسية لكن بعد راح يحسن الرياضة بصفة عامة وزيد عندها بعد صحي لأن تكلم لك طبيب البعد الصحي لأنه الرياضة المدرسية لما من صغير هاته المدرسية تعلمه يبدأ من الابتدائي يولي يعرف بليه هاته لاصيدان طريتي هدية عدم الحركة هدية مع عدم الرياضة راح يدير له البروبلم تعلق بزيتي يدير له السكر يدير له الضغط الدموي يدير له الأمارات المرضي كارديو فاسكولار هاته الأمارات القلبية وارتفاع الضغط الدموي راح يدير له مشاكل كبيرة إذن نكتي هاته الصحة هاته الجسم السليم العقل السليم في الجسم السليم طيب أمين الآن في عجلة نذهب إلى محور آخر لكن نقطة فقط على هاته قلت لك الرياضة المدرسية هاته راح لريكولت هاته ما وفاريكولت اللي في رويت سنجني الثمار إن شاء الله مشي اليوم نشوفوا المهازل اللي شفناهم سواء في الألعاب الأولمبية أو في كأس العالم اللي مرحناش أو الآن لازم نحن نديرو نديرو خزان تعنا في الجزائر نولو في قائل ديسيبلين مشيغل في كورة القدم في قائل ديسيبلين نخرجوهم من لكم وقلت لك والتلميذ يتعلم واش معانتها الصحة لأنه كان مشكلة صحة عمومية كان هذه الملادي هاته ما كرونيك غير المعدية الأمراض المزمنة غير المعدية نشوفوا انتشار رهيب خاصة المرض السكري والبدانة راملك يدمروا المجتمع بالرياضة بالرياضة إن شاء الله سنقص منها بكثير طيب أمين نذهب الآن إلى محور آخر هو حول إن شاء المدينة مدينة الإعلام حيث أكد رئيس الجمهوري أن استحداث مدينة الإعلام يجب أن يتماشى مع التطور الحاصل في مجال السماعية البصرية عالمياً وأيضاً قد تحدث حول تأخر في قطاع الاتصال على جميع المستويات بالنظر إلى الديناميكية التي تتميز وتشهدها الكثير من القطاع كيف نستطيع استدراك الوضع في عجلة في 30 ثانية في 30 ثانية الرئيس تيب اللي يهضر بصراحة كم رأينا نهضر هنا والحمد لله قطاع هذه اللونغ دي بوا اللي شفناها منذ ستينات لغة الخشبة اللي الرأسة يتكلموا بها يتكلموا بصراحة والمحسن يقولوا حسنت وما يغطيش الغابة بالشجرة ويقول الأمر قال كان نقص قال كان نقص قطاع الاتصال قال لك فيها كان نقص كبير قال كان نقص كبير ما يكذبش على المواطن يقول له الحقيقة وهذا شيء مهم جدا هذه قبل ما ندخله في موضوع في السمع البصري عيب الجزائر بلد رائد في إفريقيا رائد في المستوى الإقليمي سواء في السياسة الخارجية سواء في المحروقات سواء في الجيوستراتيجية ما زالنا نجيبوا هل يعقل ما نجيبوا من تونس نجيبوا 70 تكنيسيا من تونس باش يديرونا مسلسل هنا نديروها بـ 17 مليار ولا 14 مليار وباش ينفياسكو في آخر المطاف يعني الناس في آخر المطاف يديرو لك ديفياسكو مسلسلات يجيبوا لك أجانب ويجيبوا لك علش ما نديروش نشجعو تونس دولة شقيقة ودولة يعني احنا شعب شعب تونسي شعب أخ لكن احنا عندنا قادرين نطوروا كما طوروا توانسا سمع البصر التحام نطوروا سمع نديرو كما هم عندهم مدينة الإعلام نديرو وراكي تشوفي في المستنسلات الرمضانية وراكي تشوفي بعض البرامج كاريت يولي ليالي تسقام بتكلفة كبيرة أنا نشوفو الرداء بالأسف انتهى الوقت لهذا العدد من برنامج مع الحدث شكرا لك على التدخل بارك لاوفي امين إذا المشاهدين وصلنا إلى نهاية هذا العدد إلى اللقاء